اهلا بكم في الحلقة الثالثة من برنامج الشباب والهيئات المحلية الذي تطلقه الأكاديمية الفلسطينية لتعزيز النزاهة نزاهة بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية الذي نسلط ضوء من خلاله على واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل هذه الهيئات يعتبر الإبلاغ عن جرائم الفساد واجبا قانونيا وأخلاقيا ولا يعد وشايا ويخرج عن إطار الأسرار الوظيفية التي يتعين كتمانها وعدم إفشائها التبليغ عن جرائم الفساد في كثير من الأحيان يحول دون وقوع هذه الجرائم أو انتشارها بشكل أوسع ويقلل من نتائجها الخطيرة الأمر الذي يسهم في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع الرقابة على عمل الهيئات المحلية واجب مجتمعي أولا ومن ثم دور رئيسي لوزارة الحكم المحلي وديوان الرقابة المالية والإدارية لكن هناك دور لهيئة مكافحة الفساد في الرقابة على عمل الهيئات هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم مع سيدة رشا عمارنة مستشارة رئيس هيئة مكافحة الفساد وبمشاركة من مجموعة من طلبة جامعة برزيت أهلا بكم جميعا معنا في هذه الحلقة نبدأ معك يا أستاذة رشا ما هو الدور المنوط بهيئة مكافحة الفساد في الرقابة على عمل الهيئات المحلية؟ هيئة مكافحة الفساد هي هيئة أنشئت بموجب القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل لقانون الكسب غير المشروع الهيئة بشكل عام أنيطة بها مسارين مهمين أو مهمتين أساسيتين في جهود مكافحة الفساد الأولى تتعلق بالوقاية من الفساد والثانية تتعلق بمساءلة ومحاسبة مرتكبي فيما يتعلق بدور الهيئة مع هيئات الحكم المحلي من مجالس قروية أو بلديات تعمل الهيئة مع هذه المؤسسات بالشقين الشق الوقائي عن طريق مراجعة التدابير الوقائية النظمة لعملها مراجعة تشريعاتها أنظمتها القوانين التي تعمل بموجبها لتكون أكثر مواءمة مع متطلبات النزاهة الشفافية الحوكبة ومكافحة الفساد لحظة تلقيكم شكوى من قبل أي جهة كانت هذا شق الآخر كيف تتعاملون صحيح هذا شق الآخر من عمل الهيئة وهو المتعلق بإنفاذ القانون عن طريق تلقي الشكاوى والبلاغات وطبعا الشكاوى هي اللي بيكون اسم مقدمها ظاهر البلاغ اللي بيكون بدون اسم مقدم البلاغ يعني مجهول مقدم البلاغ ممكن أنا أقدم بلاغ بدون ما أوقع عليه وبدون ما أحط اسمي مجرد ما يوصل الشكوى أو البلاغ على هيئات محلية يتم متابعتها عن طريق التحريات عن طريق أعمال الضبط القضاء اللي بتمارسها الهيئة إذا ما تأكدنا من وجود شبهة فساد في الملف المتعلق بهذه المجلس أو هذه البلدية يتم إحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي جرائم الفساد بإحالتهم لمحكمة جرائم الفساد فمع الهيئات المحلية نحن نعمل في الخطين الخط الوقائي والتوعوي والخط المتعلق بإنفاذ القانون لو تحدثنا عن أرقام للعام 2020 كم عرض الشكاوى التي وصلتكم عن شبهات فساد داخل الهيئات المحلية وكم عرض القضايا التي قمتم بتحويلها للنيابة بعرض تأكد من شبهات الفساد يعني مثلا خليني أعطيك مثال لأديش عدد الشكاوى والبلاغات أو مؤشر يتعلق بعدد الشكاوى والبلاغات اللي استلمتها هيئة مكافحة الفساد المتعلقة بالهيئات المحلية أو في قطاع الحكم المحلي عنا من أصل 1191 شكوى كان 632 منها بتعلق بالهيئات المحلية نسبة الشكاوى المتعلقة بالقطاع الحكم المحلي من مجموع الشكاوى اللي ورد الهيئة خلال العام 2020 بلغت 32% هل هذا ارتفاع عن الأعوام السابقة؟ هي ارتفاع طفيف لأنه كانت السنة الماضية مثلا 29% نسبة الشكاوى المتعلقة بالحكم المحلي ارتفعت هلأ إلى 32% بشكل عام من حدا من واقع عملي في الهيئة منذ تأسيسها حتى اليوم احنا بتراوح عدد الشكاوى أو نسبة الشكاوى اللي على الهيئات المحلية ما بين 25% إلى وصلنا إلى 32% قلت الآخر من السؤال كم عرض القضايا المحالة للنيابة العامة؟ بعد التأكد من شبهات الفساد احنا أحلنا للنيابة العامة 40 ملف هاي السنة متعلقات أو سنة 2020 متعلقات بالحكم المحلي من أصل 114 ملف هناك ارتفاع أيضا في هذا الإطار؟ بالضبط بتحكي عن نسبة تتراوح ما بين 32% إلى 35% هل هذا مؤشر خطير برأيكم؟ أنا برأيي المؤشر الأخطر هو اللي بتعلق بالملفات المحالة للمحكمة لأن المؤشر الأول اللي بتعلق بعدد الشكاوى لابد أن أشير في هذا المجال لأن كثير من الشكاوى اللي بتيجي للهيئة عن المجالس المحلية أو القروية والهيئات المحلية كبلديات كثير منها بيكون عبارة عن مشاكل أو خلل إداري في تطبيق الأنظمة والقوانين سنأتي إلى هذه القضايا بالتفصيل في سياق هذه الحلقة بالضبط فالمؤشر الخطير هو عدد الملفات اللي فعلا متوصل للمحكمة العدد مش قليل نسبة لما يحال أو مجموع ما يتم إحالته للنيابة ولا المحكمة في نسبة لبأس بها تتعلق بعمل الهيئات المحلية سنتابع هذه القضايا بالتفصيل واحدة والأخرى ولكن أنقل النقاش للشباب والشبابات المشاركين معنا في هذه الحلقة ما رأيكم بالدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد في الرقابة على الهيئات المحلية اسمي أسيل زهران طالبة سنة التالي مجمعة برزيت تخصص إدارة عامة أهلا وسهلا فضل حب أسأل أستاذة هي حكت عن نسبة الفساد في الهيئات المحلية مرتفعة جدا وخصة هاي الصنة طب ليش مرتفعة عندنا هاي النسبة رغم التوجيهات من الكافحة رغم الأشياء اللي بتعملوها ليش النسبة بتزيد ما بتكل شو السبب السبب الخلل من الأشخاص نفسهم أم هي الوزارة ما بتتبع أو ما بتلحق كل الملفات أو فيه ملفات بتتغطى وما جاء بسرتها شوفي مبدئيا ما بتقدريش تحكمي بشكل كلي عن أنه هذا السبب هو السبب الرئيسي الارتفاع مجموعة من العوامل بتأدي للارتفاع زيادة الإبلاغ بيأدي للارتفاع وهذا مؤشر جيد مش سيء ارتفاع عدد الشكاوة لا يعني بالضرورة أنه ارتفاع الفساد يعني أنا لما تزيد عدد الشكاوة على الهيئات المحلية المؤشر الصح اللي تاخديه هو أنه زاد الشكاوة المقدمة من الناس بما يتعلق بالهيئات المحلية فأنا بقرأ المؤشر بطريقة إيجابية أنت وهو ما سكتوش على حالة فساد شفتوها وبلغته عنها فهذا المؤشر مؤشر أنه فيه شكاوة بتتقدم أنا باخده بالمنطلق الإيجابي المؤشر السيء هو أنه فعلا فيه فساد هو المؤشر حالة الملفات للنيابة ولا المحكمة فيه ارتفاع معناته فيه بقول برضه هو زيادة في اكتشاف الفساد ممكن الفساد أصلا كان موجود بس مش مكتشف زادت حالات اكتشافه وهذا المطلوب المطلوب زيادة في المسائلة زيادة في المحاسبة عشان ننهي وضع كان فيه شكوك أنه الفساد موجود وبالتالي صار فيه تأكد من الشبهات ومحاسبة مرتكبينها هل التواقم الموجودة داخل هيئة مكافحة الفساد تكفي لكل هذه الشكاوة التي تصل أم أن العرض محدود؟ حاليا كان كان خلال العام الماضي زيادة في عدد الموظفين اللي بيحملوا صفة الضبط القضائي واللي هم مسؤولين عن التحريات والتحقيق فيما تعلق بالملفات سواء بلاغات أو شكاوة أو تقارير تصل للهيئة لا شك أنه العدد ساعد زيادة العدد ساعدت بس احنا لسه بحاجة كمان لا زيادة الموظفين صحيح اللي يقوموا بالأعمال أو بالتحري والتحقيق في القضايا اللي بتوصلنا بس أنا هنا بقول أنه فيه كمان دور لوزارة الحكم المحلي احنا في كثير من الأحيان نستعين بالإدارة العامة للتوجيه والرقابة في وزارة الحكم المحلي لإعداد تقارير معينة لدى وصول شكاوة تتعلق بأمور لها علاقة بالمجالس المحلية وبناء على تقاريرهم يتم متابعة الملف المتعلق بأي مجلس قروي أو هيئة محلية في مداخلة أخرى تفضل أحمد سمحان جامعة برزيز سنة أولى كلية القانون ودرع عامة السؤال لما أنت توصلكم للشبهة الفساد تتأكدوا منها شو الدور بتكون في هيئة مكافحة الفساد من أجل ضبطها ومن أجل حالتها للجهات المقصدصة أو بس بوقف دور الهيئة بس لتحكم الشبهة وخلاص يعني فيه إجراءات بتلحق هاي الإجراءات اللي بتقوموا في أكيد إحنا بمجرد ما يوصلنا لشكواء والبلاغ بتسجل بسجل الشكواء والبلاغات يتم إحالته للجهة المختصة اللي بتقوم بالتحريات شو يعني التحريات؟ تطلب بيانات، تطلب معلومات، تطلب ملفات تنادي ناس تسمع إفاداتهم، ممكن تعمل تحريات إلها علاقة برفع سرية مصرفية، بفتح إقرار ضمن مالية كل الإجراءات اللي منشأنها إنها تخليها تتأكد أو تنفي الشبهة اللي موجودة في البلاغ أو في الشكواء مجرد ما ننتهي من الإجراءات التحقيق والتحري ويتضح لنا وجود فعليا دلائل تؤكد وجود جريمة فساد بتقريرنا بنرفع توصية لرئيس الهيئة أن يتم إحالة الملف للنائب العام بموجة بالمادة 21 من القانون يحال الملف للنائب العام النائب العام يستكمل إجراءات التحقيق في حال كان هناك حاجة لاستكمال إجراءات التحقيق ويتم إحالته للمحكمة اللي أنا بحكي لك إياها الأرقام جزء كبير منها راح للمحكمة وصدر بحقهم إدانات وأحكام وبعضهم إذا كان متهم بجريمة إساءة اقتمان أو اختلاص أعاد الأموال ودخلت مرة أخرى إلى حساب البلدية أو المجلس اللي تم أخذ منه هاي الأموال سواء كإساءة اقتمان أو كاختلاص تحدثتي قبل قليل عن ارتفاع في عرض القضايا المحولة أو المحالة للنيابة العامة بعرض تحقيق فيها داخل هيئة مكفحة الفساد ولكن عبر القضايا المحولة ما هي أكثر أشكال فساد انتشارا داخل هيئات المحلية اليوم؟ أكثر أشكال فساد انتشارا في الهيئات المحلية بشكل عام إساءة الاقتمان وإساءة الاقتمان يمكن هناك أسباب كثيرة اللي قدت إلى أنه تكون هاي أحد أهم الأشكال اللي موجودة في المجالس المحلية منها خلل بنيوي في بعض المجالس بالذات المجالس القروية الصغيرة اللي بتلاقي فيها فش فصل في المهام وصلاحيات يعني أمين الصندوق هو المحاسب وهو اللي بيجيب الغراض للبلدية والجابي وهو الجابي وهاي اتحاد هاي الصفات في شخص واحد كان يعمل كتير حالات من أولا هو بيزيد الخطر وثانيا الخطر مدام زاد يعني إمكانية أنه نفس الأمارة بالسوق تخلي الواحد يقدر أنه يمد إيده على إشي مش إله للبلدية لأنه ما فيش حدا نشايفه هل نستطيع الخول اليوم بأن هيئات الاقتمان باتة ظاهرة منتشرة داخل الهيئات المحلية ومدى حجم انتشارها لا 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 بنقدرش نقول ظاهرة لأنك أنت لما تقول أربعين ملف خلال السنة على كل هاي الهيئات المحلية وكل الشكاوى اللي بتيجينا أنا ما بعتبر أنها هي ظاهرة هذا ما تم الكشف عنه يعني الخفاء صحيح لا أحد يعلم بالخفاء عشان تقول عن شغلة ظاهرة لازم تكون انتشارها كتير أكتر من المؤشرات اللي أنا أعطيتك يا هذا رقم واحد رقم تنين أنا بقدر أقول أنها هي حاجة ماسة للمراجعة والتصويب وهذا عن طريق تعاوننا مع وزارة الحكم المحلي بدراسات كتير عملناها معاهم اللي حطينا إيدنا فيها على الخلل يا جماعة هنا في مشكلة لازم يكون في رقابة داخلية لازم فصل صلاحيات وإحنا منعرف أن وزارة الحكم المحلي عم بتنظم هذه الأمور آخذة بالاعتبار ما نتجت عنه الملفات التحقيقية اللي كانت في الهيئة أو الإشكالات اللي وجدها ديوان الرقابة المالية والإدارية أو حتى ما تبين معهم من خلل أثناء قيامهم بالزيارات التفتيشية للإدارة العاملة التوجيه والرقابة أنقل النقاش مرة أخرى إلى الطلبة المشاركين معنا في هذه الحلقة عن طريق المداخلات ما رأيكم بالدور المنوط لهذه الهيئة هل الهيئة اليوم قادرة على وقف هذا النزيف في الهيئات المحلية نسميه نزيف نزيف الفساد الحاصل هل الهيئة قادرة على وقفه بشكل حقيقي بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة الحكم المحلي ما رأيكم بذلك سهيب موسى طالب قانون في جامعة بيئزيت ممكن تكون قادرة على أنه تنهي هذا الفساد بس لكن يجب الاتحاد هنا عندك القضاء يكون عندك قضاء رادع أنه ما يخلي نفس الهيئة أو نفس المجلس الكروي يتكرر الفساد عندما يكون عندك قضاء رادع للفساد الأول اللي صار ما رح يتفاقم عندك فساد الثاني والثالث فهون مش عارفة المسئولية بتتحملها هيئة الفساد كهيئة أما المجلس القضاء والنيابة اللي بتتحول لها هاي القضايا الفساد يعني هاي قضية حساسة تتحول الكثير من القضايا للقضاء ولكن قضية المكافحة الفساد أو محاربة الفساد أو القضية الفساد نفسها بتقعد عشرة خمسة عشر سنة ربما أكثر من ذلك وبالتالي الأمور تروح مكانها في هذا الإطاع شو بتعلقي على هاي القضية؟ شوف مبدئيا أنا بدي قبل ما أعلق على قضية مدة التقاضي في قضايا الفساد أنا بدي أرد على الأستاذ صهايب صهايب قال شغلة كتير مهمة قال الهيئة مسؤولة القضاء مسؤول النيابة مسؤولة أنا بقولوا أنتم مسؤولين عمل مشترك من الجميع مكافحة الفساد ولا مرة تفكر أن الهيئة معاها عصاة سحرية بالإمكان أنها تقضي على الفساد لحالها الهيئة هي أحد الهيئات أو المؤسسات المناط فيها دور بس فيه دور للجميع عشان فعلا جهود مكافحة الفساد تكون صحيحة دورك أنك تحاسب وتسائل وتشارك ولما يكون فيه فساد تبلغ عنه هذا دورك كمواطن دورنا كهيئة مجرد ما وصلنا البلاغ أننا ناخد إجراءاتنا للمسائلة الجدية ودورنا كمان أن ننصق مع الجهات اللي بتصوب وزارة الحكم المحلي وديوان الرقابة عشان نصوب الخلل لأنه ممكن الخلل يكون بنيوي إذا ما صوبته رح يرجع الفساد يصير يتكرر وبعدها بيش دور الجهات اللي إلها علاقة بإنفاذ القانون اللي هي النيابة والقضاء إحنا مندعي أنه معركة مكافحة الفساد معركة إحنا أحد أدواتها بس بدون الأدوات التانية ما بيقدر يكون فيه مكافحة جدية ماذا عن طول أمد إجراءات التقاضي لقضايا الفساد؟ بالنسبة لطول أمد إجراءات التقاضي أنا بقولك أنه هذا الموضوع كان محل انتباه للمشرع لما حط قانون مكافحة الفساد من العام 2010 لما عد القانون الكاسب غير المشروع عشان هيك محكمة جرائم الفساد الأجال أو الأماد الموجودة عندها أقل من كل المحاكم النظامية الأخرى في إلها نص خاص في قانون مكافحة الفساد اللي حدد مدد أقل من المدد الأخرى لأنه فيه مصلحة للجهتين فيه مصلحة أنه إحنا بدنا مساءلة فعالة وناجزة هل هذا مطبق على أرض الواقع؟ بمحكمة جرائم الفساد مطبق محكمة جرائم الفساد تلتزم بالإجراءات ولكن عندنا مشكلة في المحاكمة الدرجات الأخرى بمعنى ما عندنا القانون بيقول ينسح بذلك على كاف الدرجات التقاضي بتلاقي أن الإجراءات السريعة موجودة في محكمة جرائم الفساد بس لما تروح على الاستئناف ولما تروح على النقد ما فيه إجراءات سريعة بدخلوا زيهم زي أي قضية أخرى على الرغم من أنه اتفق على تشكيل هيئات واتفق على تسرية الأماد القصيرة أو السريعة على كاف الدرجات التقاضي بس إحنا لهلأ منواجه مشكلة في هذا الموضوع لأنه فيه قضايا يمكن كلكم تعرفوها يمكن ما بتتعلق بهيئات محلية يمكن قضايا الهيئات المحلية من القضايا اللي ممكن بسرعة يتم البت فيها إذا ما أخذت إجراءاتها العادية بس أنتو بتعرفوه في قضايا مثلا في مسؤولين كبار عمرها عمر وجودها حتى الآن في المحاكم زاد عن 8 و 9 سنوات هذا لا شك أنه حتى لو فيه مساءلة وفيه محاسبة بس الناس بدها النتائج عشان هيك لا شك أنه تقصير أمد التقاضي مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة هو شغلي لازم نسعى وهذا يضعف ثقة المواطن الفلسطيني بالقضاء الفلسطيني بشكل عام أنتقل مداخلة فضل الساد هل غياب المجلس التشريعي أدى إلى زيادة انتشار الفساد وتغوله في المجتمع الفلسطيني وما هو دور المجلس التشريعي في حال رجوع وما يحب نحكي أنه فيه انتخابات قادمة هل بيحد من انتشاره وبيؤدي إلى زوائل أو إلا بيستمر وبيظل موجود في المجتمع الفلسطيني شوف لا شك أنه غياب المجلس التشريعي أثر على كل الدور الرقابي لكل الجهات الرقابية في الدولة لأنه الدور الرقابي الأساسي هو للمجلس التشريعي لو احنا عنا مجلس تشريعي فاعل كان فيه إمكانية لمساءلة وزارة الحكم المحلي إذا ما كان فيه إشكاليات في الهيئات المحلية كان فيه إمكانية لأنه يكون فيه إصدار لتشريعات اللي تنهي حالة من حالات الخلل التشريعي اللي بيؤدي لحدوث فساد فإحنا وجود المجلس التشريعي هو لا شك أعاق جهود مكافحة الفساد ووجوده رح يعزز هذه الجهود رح يعزز المساءلة رح يعزز المشاركة وراح يعزز الاستجواب لبعض الوزرات في حالة تقصير في القيام بأعمالها وممكن يوصل هاي المساءلة لحجب ثقة عن حكوماته هذا منشوفه برا طيب في عنا مداخلة من الصبية هون فضلي ملك خليل بدرس بجامعة بيرزيات إدارة عامة بوجود كورونا في 2020 هل برأيك إنه إلها دخل في وجود الفساد وممكن إنه لما يهدد مثلا صاحب العمل الموظف اللي عنده إذا أنت بتشوف فساد وبتروح تحكي كن إنه إحنا نفسلك عن العمل يعني أنا قبل فترة صارت بعرف من معارفي إنه عشان اعترض عن فساد صاير في عمله فصلوا عن شغله هذا نقطة لافتة فيه شقين لسؤالك الأول كورونا وتأثيرها على الفساد هل ممكن تكون قدت إلى ازدياد حالات الفساد عالميا تأثير كورونا كان إذا بدك تقولك مؤشر عالمي كان بالإمكان إنه يكون يزيد من حالات الفساد ليش؟ لأنه أغلب الدول راحت باتجاه إنه تعلن الطوارئ وإعلان الطوارئ بيؤدي إلى إنه بعض الأحيان نلجأ لآليات وإجراءات مثلا في الشراء للضرورة للطوارئ بدون الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة عنا كان القيادة صراحة متنبهة جدا لهذا الموضوع لما أعلنوا الطوارئ في كل قرارات إعلان الطوارئ كان الطوارئ مرتبطة فقط في موضوع جائحة كورونا وبالتالي التعليمات والأنظمة والقوانين اللي نظم لكل العمل بما فيه الشراء وبما فيه غيره لم يتم تجاوزها على عكس ما صار في كتير من الدول عشان هيك أنا بقولك لأ مش كتير إحنا عنا أثرت ممكن بعد فترة معينة من الزمن إذا كان فيه مراجعات نلاقي آثار أخرى بس بدها دراسة يعني أنا ما بقدر هلا أقولك أنه آه هي زادت أو آه لا هي أللت فيما يتعلق بتأثير كورونا على انتشار الفساد ماذا عن الشق الآخر من السؤال؟ الشق الآخر من السؤال؟ بعض الموظفين يتم تهديدهم بفقدان وظائفهم إذا قاموا بالتبليغ عن قضايا فساد نعرف وضع كورونا أثر بشكل كبير على الوظائف شوفي أنا بدي أخذه من ناحية الحماية قانون هيئة مكافحة الفساد زي ما رتب التزام على كل شخص بعلم بوجود فساد أنه يبلغ هو رتب التزام على الهيئة بأنها تحمي هذا المبلغ فأنا بنصح إذا أنت بتعرف الحال اللي بتحكي فيها أنه يتقدم بطلب حماية وشكوى إذا ما تقدم بالشكوى للهيئة يتقدم فيها هو بده حماية اقتصادية كمان ويتقدم حماية وظيفية حماية اسمها حماية وظيفية لا بموجب القانون أي شخص ببلغ عن فساد وتبليغه عن الفساد بيكون هو السبب الأساسي بأنه يكون فيه إجراءات بحقه نتيجة تبليغه هذه الإجراءات كلها تعتبر باطلة وواجبة الإلغاء إذا ما ثبتت العلاقة السببية ما بين اكتشاف الفساد والتبليغ عنه واتخاذ الإجراء بحقه فأنا بنصحك إذا بتعرف في هذه الحالة أنها تتوجه للهيئة ونحن نقوم أولا بمتابعة شبهات الفساد وحماية الشخص حتى وظيفيا في مكانها ما رأيكم بمفتاح الهيئة على الجمهور الفلسطيني من حيث تقديم المعلومات والأرقام والإحصائيات حول مدى انتشار الفساد داخل المجتمع الفلسطيني وحالات الفساد وأسماء الفسطيني ربما لا أدري فضل هذا الشيء لإشيء كتير منيح أول إشيء بزيد ثقة الشعب مع المكافحة الفساد بنبلش نشوف إنها عمالها بتشتغل عمالها بتظهرنا أرقام وبتحد منها بس أنا برأيي هذا الشيء مش كفاية إحنا عنا مكافحة الفساد لازم يكون لها دور لازم كل سنة أو كل شهر تصدر توجيهات جديدة حديثة تحد من انتشار الفساد حس الفساد هو فيروس كبير للبنية الاجتماعية بلاد دولة ولكن إحنا ما بكتصر حد انتشار الفساد على المكافحة واحدة هنا عنا جميع بدون استثناء سواء وزير طفل أي شخص بالمجتمع هنا المكافحة يجب عليها تعمل توجيهات مثل إرشادات في المدارس لنساء لأي حدا تزيد نسبة الوعي عندهم من ناحية الفساد يمهم ببلغوا إذا شافوا فساد لأن هنا فيه فئات بيسير كدهمة فساد ما بتكونش فهمة إنه هاد فساد تروح تبلغ عنه فهي بتظل ساكتة فلما يكون عندها وعي وبتجي تحكي للمكافحة هنا احنا منشوف المشكلة منقدر نوصل نعم ماذا فعلتم في قضية التوعية؟ شوف احنا فيما يتعلق برفع الوعي بجرائم الفساد أشكاله ومخاطره وكيفية التبليغ عنه وإجراءات الحماية صراحة الهيئة يعني منذ عشر سنوات عندها حملات للتوعية حكت شغلة كتير مهمة أسيل حكت إشي بتعلق بالمناهج وبالتربية عندك إخوة لسه في المدارس عندك حدا بصف رابع عندي تنين رابع رابع سابع احنا مع وزارة التربية صراحة كان عندنا منتج رائع فيما يتعلق بالمناهج وتضمينها لمفاهيم مكافحة الفساد مفاهيم النزاهة مفاهيم الشفافية وكانت بمصطلحات بسيطة يقدروا يفهموها حتى الأطفال فإحنا رحنا للأطفال رحنا للجامعات أنتم بالجامعة تعرفوا عن المساقات اللي بتدرسها الجامعات اللي من إعداد بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد رحنا صراحة لكل الفئات في استراتيجية يعني بحب أنكم تطلعوا عليها كمان موجودة على موقع لايئة اسمها الاستراتيجية الشبابية لمكافحة الفساد لأنه أنتم لكم دور كتير كبير دور اليوم كطلاب وبكرة كصانعي قرار فلازم يكون لكم دور في هذه العملية طب اليوم ما هي أبرز مشكلات تواجه هيئة مكافحة الفساد في ملاحقة الفاسدين في فلسطين شوف مجموعة الإشكالات أو التحديات اللي موجودة عند الهيئة في الملاحقة إذا أنت بتحكي على موضوع الملاحقة بقدر ألخصها في شغلتين ثلاث الأولى أول إشيء الانقسام يعني أنا عندي جزء من الوطن لا أستطيع أن أمارس دور المسائلة والمحاسبة لأنه أنا أنا مش موجودة هناك هذا رقم واحد رقم اثنين حتى لو إجتني شكاوة تتعلق بقطاع غزة في بعض الأحيان يكون هناك صعوبة بأنك أنت تحصل على الإفادات تحصل على البيانات على الوثائق ففي شبه تعطيل لعمل هيئة مكافحة الفساد في قطاع غزة هذا الجزء المهم من الوطن إن شاء الله الانتخابات بترجع لحمة الوطن وبيصير فيه تفعيل لدور مكافحة الفساد في قطاع غزة فالانقسام هو أحد أهم المعيقات الاحتلال هو معيق وأنا ما بحكي هون عن شماعة أنا بحكي هون أنه الاحتلال في بعض الأحيان ونتيجة الواقع اللي موجود حاليا إحنا في كثير من الأحيان مثلا حملة الهوية الزرقاء ما منقدرش نسائلهم نحاسبهم كما يجب لأنه فيه بروتوكولات قانونية ما بعرفش هي لسة سارية ولا مش سارية بس الاحتلال حتى إذا إحنا تنصلنا وقلنا إحنا مش منتزمين بهذه الاتفاقات هم اللي موجودين على أرض الواقع وهم اللي بقدروا يدخلوا يمكن أنتوا تعرفوا في حال من الحالات إجوا أخذوا شخص من مركز توقيف فهذه من العوائق الأخرى اللي موجودة عندنا من المعيقات الثالثة فيما يتعلق بمتابعة واسترداد المتحصلات الجرمية بعض الأحيان اللي بياخد مبالغ من المال العام بيسفرها بيطلعها برا بيفتح فيها مشاريع إمكانية استرداد هذه الأموال حتى في صحال صدور حكم من الصعوبة بمكان يعني بدها إجراءات طويلة وبدها وقت طويل عبما ترجعها من أهم الصعوبات ماذا عن المشكلات التي توجهونها داخل الهيئات المحلية في ملاحقة قضايا الفساد في داخل الهيئات المحلية صراحة عندنا مجموعة بديش أقول مشكلات بدي أحكي عن الطابع اللي موجود للإشكالات اللي موجودة في الهيئات المحلية في الهيئات المحلية أنا بقول الطابع الأعم هو عدم وجود إجراءات إدارية سليمة في كثير من الهيئات المحلية زائد الهيئات المحلية يتم انتخابهم أنتو بتنتخبوهم لما يجوا يشتغلوا في كثير من الأحيان البعد العشائري البعد العائلي بيلعب دوري كثير كبير في قرارات المجلس زائد الفصائلية الفصائلية وغياب مساءلة الناس اللي انتخبوا هدول الأشخاص يعني لو حضرتك في مجلس قروي وعليتي صوتك أنك أنت أحد المستفيدين من الخدمات وفي مشكلة هون أكيد المجلس سيأخذ بالاعتبار أنه أنت حكيت عن إشكالية ويحاوليها تمام ما هي توصيات الشباب المشارك معنا في هذه الحلقة من أجل تطوير عمل هيئة مكافحة الفساد في الرقابة على الهيئات المحلية بشكل خاص هل يكتصر عمل هيئة مكافحة الفساد فقط على الملاحقة لنتيجة شكوى ولا المتابعة والتوجيه قبل الشكوى يعني هي تكتصر على أنها لازم أقدم شكوى ولا أنت بظل متبعين الموضوع من قبل ما أقدم الشكوى في الهيئات المحلية يعني نفترض أنه أنا ما بقدر أوصل لحكم أنه في قريب إلي أو في أبعاد زم حكاية الفصائلية أو عائلية بتمنعني أن أقدم شكوى لازم يكون في دور الهيئة أن هي تراكب بدون ما أقدم الشكوى هاي وبالتالي شو التوصية الرئيسية في هذا الموضوع؟ أنه يكون دور رقابة الهيئة للهيئة للمكافحة الفساد أكبر أو أوسع لأن هي تضابط الأول والأخير بتوجه للنيابة والمحاكم بيختلف عن المواطن العادي اللي ممكن صوتها ما ينسمع لأنها مش جهة مسؤولة تضليو سادة راشا شوف فيما يتعلق إذا أنت بتحكي عن إشراف ورقابة بشكل عام هذا دور كل من وزارة الحكم المحلي والديوان الرقاب المالي والإدارية هدول جسمين رقابيين بشرفوا على عمل الهيئات المحلية اللي هي الحكم المحلي بيوجهوا براقبوا اللي هي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه في الحكم المحلي وهي الحلقة الأولى اللي بتشرف على عمل الهيئات المحلية بيجي حلقة تانية للرقابة اللي هي ديوان الرقاب المالي والإدارية اللي بيعمل زيارات ميدانية وبيعمل تطقيق عشوائي على مجموعة كبيرة من الهيئات المحلية سنويا وبيصدر تقرير وبيقول شو فيه خلل عندهم وإذا كان فيه شبهات فساد بيحول عننا إحنا فيما يتعلق فينا إحنا بنقدر نحرك الملفات من تلقاء نفسنا يعني بنقدر نبني ملف بناء على معلومة وصلتنا بس أنا لازم يكون عندي المعلومة هاي المعلومة إما باخدها من شخص مبلغ ما بذكر اسمه وإما باخدها من تقرير رقابي صادر عن وزارة الحكم المحلي أو تقرير رقابي صادر عن ديوان الرقاب المالي والإدارية أو عن شخص متضرر إيجا صرح أنه هو مشتكي على الجهة الفلانية أو المجلس الفلاني أو البلدية الفلانية هذا فيما يتعلق بالمسائلة فيما يتعلق بالتصويب إحنا في دراسات كثيرة قلت لك أعدناها فيما يتعلق بعمل الإدارات المتخصصة في الهيئات المحلية وفي مجموعة كبيرة من التوصيات اللي هي وقائية اللي بتحد من إمكانية حدوث الفساد بعد ذلك فإحنا بنشتغل على الشقين بس الدور الرقابي العادي مبدئيا وزارة الحكم المحلي وديوان الرقاب المالي والإدارية هم المناطبي هل من توصيات أخرى لهاية بكافحة الفساد؟ فضالي أنا برأيي أنه لازم أول إشي تعزيز الثقة بين هيئة الفساد مع المواطنين بالذات أول إشي نعطي الثقة للكبير خلي توعية الكبير لأن الكبير دائما إلى تأثير كبير على الصغير والتجديد الرقابة على المؤسسات الكبيرة لأنه يعني بحس أنه دائما المؤسسات الكبيرة هي اللي بيكون موجودة فيها الفساد دائما يعني أو غالبا بالأصاح أو فس يعني تشاطر على الكبار تتفاجأي في الهيئات المحلية حجم الفساد في المجالس القروية الصغيرة أكبر لأنه الضبط فيها أقل طب هل من توصيات أخرى تفضلي؟ بس بدأ نوحى هاي النقطة ليه؟ ليه ما فيه رقابة عليها المجالس القروية أنا شفت مشكلة وحذت مشكلة بفعل أول جيحة كورونا لما قعدنا ببيوتنا في مجلس قروي هو كان مسؤول عن توزيع المؤاني اللي كانت تيجي للعائلات المسطورة فصار عنا خلالها أجى مؤان وأجى مصاري بس هدول ما توزع على الناس المحتاجة هدولا علاقات يعني اختفوا مرحة كير إنه اختفوا غير إنه توزعوا على أشخاص معايير توزيعهم أنتوا ما شاركتوا فيها ما طلعتوا عليها ما نشروها أنا كساكنة في هاي القرية هو المجلس هو اللي لازم يفعلها الأشي بس ما عمل ما عمل لأنه ما فيه رقابة وكمان حب أنوح عن ما كان فيه مشاركة للشباب في الموضوع ما كان فيه مشاركة كان هذا مسؤولية المجلس من أعضاء من رئيس فيه ناس احتجت الناس الليش تحتج رح تحكي مهيجة عنه ورح تطلب فالناس سكتت حكت يعني ما رح أمد أيدي لغيري فسكتتوا ورغم إنه نكتشف هذا الإشي رغم الأشخاص اللي نعرفت ما تم مسائلتهم وإحنا أنا شفتهم دايما يعني ما تم مسائلتهم والأنا بحكي عن مبالغ وبحكي عن أشياء لأكتر من عيلي مش عشرة أو خمسة عشر أكتر من هذا الرقم وأنا حابب أحكي عن إنه المجلس الكراوي الكراوي بيصير فيها فساد بسبب بعد المراكبة وكمان بسبب سوء سوء يعني أنا لفتت انتباهي حكت عن إشي معين يعني ذكرت أسم المجلس القراوي فأنا رح أعتبر إنها هي بلغتني أنا صار عندي معلومة أنا ممكن أتبعها إذا أصلا المعلومة مش وصل للقيقة اتأكد إنها رح تتبع بس إحنا زي ما بقولك في أدوار يعني أنا حضرتك بتقولي إنه خلل وشفنا المسائلة بتبدأ من عندكم يعني أنتوا كمان كشباب لازم صوتكم يوصل لازم تحاولوا أنا كان في حالات أو تجارب سابقة إشي اسموا مجالس الظل أنا واحدة من الناس اللي شاركت في تبريب بالضبط مجالس ظل شبابية وكانت فاعلة وكانت مؤثرة بتقدروا أنتوا مبدئيا قبل ما تقولوا بدنا نقدم شكاوى أنتوا بتقدروا أولا أنتوا بتختاروا الناس اللي بيقعدوا على هاي المقاعد فلازم تختاروا صح وتانيا غير أنتوا بتختاروا أنتوا لازم تسألوا أنتوا لازم تحاسبوا وبعد هيك إذا ما صار فيه استجابة الجهات كلها الرسمية اللي مناط فيها هاي الصلاحيات بصير عليها التزام إذا وصلتوا لها إنها هي تتبع وتراقب وتحاسب يعني الأساذ راشة رامة الكرة في مرعبكم اليوم من في عنده أي توصيات أخرى أنا قلت هي مسؤولية مشتركة من الجميع عشان يكون فيه فعالية لازم يكون الجميع مشارك بدوره فضل نحن كشباب في الوطن نسعى ونأمل مع حيئة الفساد لحد من ظهرة الفساد ونكون عايشين في وطن آمن خالي من الفساد يعيش بالشفافية حسب نظرة وزارة حيئة الفساد مكافحة الفساد لوين البلد رايح ممكن تحسن ممكن نشوف الشفافية التامة ولا صعب شوف هلأ خليني أحكي لك شغلة إذا أي واحد في الدنيا قالك أنا راح أقضي على الفساد لحد ما يصير صفر بالمية فيش فساد بالمرة بيكون قاعد بعطيك شعارات لا يمكن تطبيقها الفساد باقي مدامة البشرية كان من بدايتها ورح يظل موجود لنهايتها المهم أنه يكون فيه محاربة مواجهة ومكافحة كل ما كانت جهود المكافحة أكثر اللي منقدر نوعدك فيه أنه نحاول نقلل من وجود الفساد والأهم نقلل من إمكانية حدوثه ترى كتير أجدى في كتير من الأحيان أنك تعرف الخلل وتصوب السبب اللي خلى الخلل عشان ما ينعاد فعاليته كتير أكتر من أني أحاسب واحد لأنه هذا الواحد استغل هذا الخلل وعمل جريمة فساد بس إذا الخلل ضل موجود الواحد بصيره مع الوقت قديه بصيره عشره بصيره مئة نعم بهذا التبليغ عن الفساد على الهواء مباشرة وصلنا لنهاية هذه الحلقة أشكر السيدة رشا عمارني مستشارة رئيس هيئة مكافحة الفساد كما أشكر الطلبة المشاركين معنا وكل من تابعنا في هذه الحلقة هذه تحياتي نصر حبش وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر